اهلا بكم استفادت اسعار النفط من موجة البرد والسقيع التي ضربت شرق الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وحققت في نهاية جلسة التداول الاسبوعية مكاسبة بنسبة 10% وارتفعت اسعار النفط اثر موجة البرد التي ضربت اكبر المستهلكين للنفط وادت الى زيادة الطلب على زيت التدفئة والذي قفزت اسعاره اكثر من 10% ايضا اضافة الى عمليات تغطية مراكز البيع التي يقوم فيها المستثمر بشراء اصول كان قد باعها من قبل بسعر اعلى اما اسعار النفط الخام فاغلق في نهاية الاسبوع الثالث من شهر كانون الاول الحالي مرتفعا عند 32 دولار و19 سنة للبرميل مسجلة احد اكبر مكاسبها اليومية على الاطلاق بعد ان شهدت ثلاثة اسبيع متتالية من الهبوط دفعت الاسعار الى تسجيل ادنى مستوى وصل الى 26 دولار و19 سنة للبرميل في حين ارتفع سعر خامل القياس العالمي مزيج ابرنت بواقع دولارين و93 سنة او ما يعادل 10% ليحقق اكبر مكسب يومي له منذ اواخر شهر ابا الماضي ارتفعت اسعار الذهب محليا بمقدار دينار وربع لكل غرام لتسجل اعلى سعر لها منذ شهرين حيث وصل سعر الانصة 1100 دولار بحسب امين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربح علان ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 في السوق المحلية الى 25 دينارا و50 قرشا فيما بلغ غرام الذهب 21 الى 22 دينارا و50 قرشا وغرام الذهب 18 بلغ سعره 19 دينارا و25 قرشا اما الليرا الرشادي وزن 7 غرامات وصل سعرها الى 170 دينارا والليرا الانجليزي وزن 8 غرامات الى 192 دينارا وحول اسباب ارتفاع اسعار الذهب بين امين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات انها جاءت بسبب رفع العقوبات عن ايران وانخفاض الاسهم الامريكية كما توقع ان تواصل اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ارتفاعها بسبب المتغيرات في الاسواق العالمية وحول ايام عمل محلات الذهب خلال منقفض القطبي المتوقع الذي ستشهده المملكة بيان علان انها ستحدد من قبل النقابة بحسب شدة المنقفض نظرا للأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الاسبوع في المملكة ستوجه النقابة نداء الى التجار في جميع انحاء المملكة بضرورة التقيد بالاغلاق والفتح حسب الطقس ارتفعت اسعار الذهب خلال التعاملات بداية السنة لغاية اليوم ارتفعت بنسبة دينار وربع للقرام الواحد كانت نتيجة ارتفاع اسعار الذهب العالمية هروب المستثمرين وصندوق الادخار العالمية للذهب كملاذ آمن بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته اسواق النفط العالمية وحقيقة نتيجة رفع العقوبات عن ايران انخفضت الاسهم الامريكية والاسهم العالمية اتجه جميع المستثمرون في مثل كل عادي للذهب كملاذ آمن وصار عمليات طلب كبير على الذهب ارتفعت الذهب من 1060 دولار ل 1100 دولار يعني بارتفاع 50 دولار او 40 دولار بالوقت الحالي اكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاط البترول الاردنية المهندس عبدالكريم العلوين ان الشركة لديها مخزون كافر من المشتقات النفطية يكفي احتياجات المملكة في كل الظروف وعلى مدار الساعة جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي عقب جولة نظمتها المصفى للصحفيين على مرافقها ومستودع الغاز اطلعوا خلالها على مشاريع المصفى والية التكرير والانتاج وتعبئة استوانات الغاز وبين العلوين ان الطلب على المشتقات النفطية بتزايد بشكل ملحوظ خلال السنتين الاخيرتين بسبب موجات اللجوء والتغييرات المناخية حيث بلغت نسبة النمو على مادة الغاز المسال 36% البنزين 11% والكاس 85% اما مادة الديزل بستناء ما يتم توريده لشركات الكهرباء 11% وبين ان نسبة الفاقد والاستهلاك للمواد النفطية لدى المصفى ضمن المعدلات الطبيعية وتبلغ 7.5% واكد ان مصفات البترول ليس لها علاقة باسعار المحروقات وانما الموضوع بيد الحكومة مؤكدا ان سعر خام برينت يعتبر تأشيريا لتحديد الاسعار المحلية طالب الصناعيون الحكومة بمنح القطاع اسعارا تفضيلية للطاقة وتحمل جزءا من كلفة البنية التحتية لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي قال في تصريحات صحفية ان اخر البيانات المتوفرات تظهر ان كلفة الطاقة على القطاع الصناعي تبلغ 750 مليون دينار وان نسبة استهلاك القطاع من الكهرباء 24% من اجمالي استهلاك المملكة واكد الحمصي على ضرورة التسهيل على القطاع الصناعي لانشاء شركات لتوليد الطاقة المتجددة بشكل جماعي ويعادة النظر باسعار رسوم العبور عبر شبكات الكهرباء المختلفة للمساهمة بالتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الكهرباء وتوقع تراجع فتورة الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 25 إلى 30% بعد اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 90% قالت وزارة الصناعة وتجارة وتموين إن آخر دراسة أجرتها حول أسعار 59 سلعة أظهرت انخفاض أسعار 34% من السلع وذلك خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول 2015 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وبحسب الدراسة بلغ عدد السلع التي استقرت أسعارها 27 سلعة وبنسبة 46% من مجموعة السلع وتمثل الزيوت والأرز والحبوب في حين أظهرت ارتفاع أسعار 12 سلعة وبنسبة 20% من مجموعة السلع أهمها أصناف من الزيوت والسكر وبعض أصناف الخضار واللحوم ووفقا للدراسة فقد بلغ عدد السلع التي انخفضت أسعارها إلى 20 سلعة وشكلت 34% من مجموعة السلع التي شملتها الدراسة وأهمها الحليب والشاي وأصناف من الأرز وبعض أصناف الخضار ودجاج مسلخ الأمانة ولحم عجل مستورد والحديد اشتركوا في القناة